أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعابده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددئنا لكم الكرة عليهم وأمددئناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدونا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتادئنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فبحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبأصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من احتدى فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أرادئنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فسقوا فيها فهق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أحلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذلم من مدحور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفطيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفص ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أيعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنهم كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعريضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبئسطها كل البست فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا مصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنهم كان فاحشة وساس بيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتلوا ظلوما فقاد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنهم كان منصورا فلا يسرف في القاتل إنهم كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالأحد إن الأحد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا إنك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بيتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسمح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسمح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنهم كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عزاما ورفاتا أئنا لما بعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما كبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عضوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك يعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دامود زبورا قل يدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمنكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبثي يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن محركوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك يحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ويخوفوهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى علم القيامة لأحتنك من ذريته إلا قليلا قال الذهاب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بحيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لهم الفلك في البحر لتبتغوا من فضل ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضل إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أم يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولا قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزاقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفطيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا وما إن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأضقناك الضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قابلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفاجر إن قرآن الفاجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزين الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أحدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآباء كثر الناس إلا كثورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أم تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا باشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا من يحد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على مجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زيدئناهم سعيرا ذلك جازاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عزاما ورفاتا أئنا لما بعوثون خلقا جديدا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائم رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسعى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا بالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه وعي الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجا قيما لينذر بأسا شديدا من يدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم آجرا حسانا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخاذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجابا إذ أول فتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آثانهم في الكهف سنين عدادا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبيثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى ورباطونا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يحد الله فهو المهتد من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لما اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعوبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعضيان قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فبعثوا أحدكم بذريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك يعثنا عليهم لعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبئصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فاتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا توطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتادنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع آجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدين تاجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضورا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يفجرنا خلالهما نحارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتسبح سعيدا زلقا أو يسبح ماءها غورا فلن تستطيع له طالبا ويحيط من ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير فوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من عند ربك ثوابا وخير أمالا ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا صفا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم من وعيدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمير ربه فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عضو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفوسهم ما كنتم اتخذ المضلين عضودا ويوم يقولوا نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولا قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مشرين وننذرين ويجادم الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فيعرضوا عنها ونسئ ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهوه في آذانهم وقورا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذا أبدا وربك لغفور ذو الرحمة لن آخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أحلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمحلكهم موعدا وإذ قال المصال فتاه لا أبوره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا ولما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سارابا ولما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أثان كما كنا نبغي فابتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صامرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحديث لك منه الذكيرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أحلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسورا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية من غير نفس لا قاد جئت شيئا نكورا صدق الله العظيم سرا سورة سورة سوى صفاة سيئة بدلها يجب أن نتعلم.